أظهرت إحصائية جهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية إصدار أكثر من ألفي رخصة قيادة جديدة للمقيمين بصورة غير قانونية في الفترة ما بين شهري يناير وديسمبر من العام الماضي وأوضح مدير إدارة المعلومات في الجهاز المركزي عبدالله الفرحان أن محافظة الجهراء جاءت في المرتبة الأولى من حيث عددت